أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش التركي بياناً يوم الأربعة قالت به أن قواتها قتلت 44 مسلحاً من التنظيم المتطرف وجرحت 117 آخرين في العملية العسكرية التي نفذتها في مدينة الباب شمال سوريا قال الجيش التركي في بيان له أنه قصف 154 هدفاً لتنظيم المتطرف خلال العملية العسكرية التي قام بها بما فيها مخابئ مستودعة ذخيرة ومراكز القيادة والمركبة التابعة لتنظيم المتطرف وفي الأيام الأخيرة أطلق الجيش التركي والجيش السوري الحر عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحية تنظيم المتطرف في مدينة الباب وقد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت الماضي أن الجيش التركي والجيش السوري الحر سيتقدمان تجاه شمال شرق سوريا وذلك بعد استعادة مدينة الباب من قبضة التنظيم المتطرف ويخططان بعد ذلك لتقدم إلى الجنوب الشرقي عبوراً بنهر الفرات وذلك للمشاركة في القتال على معقل تنظيم المتطرف بمدينة الرنجة جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أطلقت عملية عسكرية في شمال سوريا منذ أواخر أغسطس الماضي وأرسلت قوات خاصة إضافية تتكون من 300 جندي إلى شمال سوريا مؤخراً لضرب أهداف التنظيم المتطرف والقوات الكردية المسلحة في شمال سوريا هذا وأعربت الحكومة السورية عن معارضتها لذلك مراراً إذ قالت أن العمليات العسكرية التركية داخل أراضي سوريا لا تتوافق والقانون الدولي وهي بذلك انتهاك صارخ لسيادة سوريا